مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية الفيديو مات اليوم هو عن السناب شات تحديدا عن مشكلة جديدة ظهرت في بعض الحسابات أنت جدا تكلموا يا صاحبك السناب شات يلتقط لقطة شاشة تلقائيا فحبيت أعمل هذا الفيديو عن الأسباب المتوقعة والحلول لكن قبلها رجاء أخوي من كل واحد يدخل على هذا الفيديو أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس وميزة لقطة الشاشة تظهر عند الشخص المقابلك أنه أنت أخذت لقطة شاشة السناب شات يعلم الشخص المقابلك أنه أنت أخذت لقطة شاشة فللأسف أنت بعض الأحيان أنت ما أخذت لقطة شاشة السناب شات أو التطبيق أخذها تلقائيا فالأسباب المتوقعة والحلول راح أشرحها أول شي ممكن يكون سببين رئيسيين سبب من الهاتف أو السبب الثاني من الحساب حتى أول شي نلغي السبب من الحساب لازم تفتح السناب مالتك فيه هاتف ثاني ولازم يكون الهاتف مبي سناب لأن تعرفون تطبيق السناب من تفتح حسابين على نفس الهاتف بعض الأحيان للأسف ينحضر فحاول أن تفتح حسابك فيه هاتف ثاني مبي سناب وتجرب إذا بقت نفس المشكلة فقط اتراسل الدعم بهذه الطريقة والدعم يحلك إياه أما لو بالهاتف الثاني اشتغل طبيعي فيرجع السبب للهاتف مالتك الخطأ راح يكون من الهاتف مالتك أكثر خطأ أول شي راح تشيل الحافظة وتشيل الكوفر وتشيل حتى لسقط الشاشة وتتأكد هذا أول شي أول سبب راح يكون أنه من الأكسسوري اللي تغطي الآيفون لو أزلت هذه الأشياء وبقت لقطة الشاشة اللي عليك على الإعدادات تنزل على عام تنزل على تحديث البرنامج تتأكد البرنامج آخر تحديث بعدها راح تروح على مساحة التخزين هذه المساحة الكلية المستخدمة تسعين الفرق بيناتهم لازم بين العشرة والثلاثين جيجا بايت أقل شي مساحة غير مستخدمة بعدها راح تنزل على الاسناب تتأكد الاسناب معابر الواحد جيجا لو كان عابر الواحد جيجا اللي راح تعملها تحثها وترجع ترجعها وإن شاء الله ترجع مشكلتك تنحل مية بالمية لو بقت المشكلة واستمرت عندك ما قدامك حل إلا ترجع ترسل الدعم وإن شاء الله تدعمي حلك هذه الطريقة الوحيدة وجهة نظري آني اللي تحل هذه المشكلة أتمنى بنهاية الفيديو استفادته رجعا كل من دخل على هذا الفيديو واستفاد منه يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك لايك ويفعل الجرس وكون جدا شاكر منه أي سؤال أو استفسار كتبوه بالرسائل وهذه المشكلة وردتني هذا اليوم من إحدى المتابعات وقدت لها اليوم أنزلكي وإن شاء الله تستفاد من عنده تحياتي لكم مع ألف سلامة قبل ما أنه الفيديو فقط حبيت أشيل لأنه دخلت على الإسناب الآن رجعته أشوف كم صارت مساحته أروح على الإعدادات أنزل على عام ومساحت التخزين أنزل على الإسناب المساحة مالتها أربعمية بعد ما كان قيقا ونص تحياتي لكم ومع ألف سلامة